السلام عليكم. اكثر سؤال يتوجه لي ونقدر نقول عليه ترند ما الاسئلة. انه استاد هل الاسئلة الوزارية اللي انت تخليها بنهاية كل قطعة استيعابية كافية لان اجيب الدرجة الكاملة بدون الاعتماد على اسئلة ثانية. عزيزي قبل ما اجابك على هذا السؤال لازم نعرف ان القطعة الاستيعابية يحكمها هو شغلات. ابسطها مستوى الطالب هل هو جيد بالترجمة حافظ معاني يقدر يقرأ قراءتها جيدة متمكن من اللغة الانجليزية وحتى متمكن من القواعد. الشغلة الثانية تحكم القطعة الاستيعابية هو نمط القطعة الاستيعابية اللي يقصد بي مثلا هذه القطعة الاستيعابية هل هي عبارة عن قصة هل هي عبارة عن ملف معلومات هل هو مقالة تشرح فتشغلة معينة وموضوع معين. القطعة الاستيعابية تختلف عن القطعة الخارجية. القطعة الاستيعابية هي قطع موجودة بالكتاب يتم مناقشتها وترجمتها ودراستها من قبل للطلاب والاستاذ بالصف وتقطع لها اسئلة ويتم مناقشتها وراحت مع الطالب باكثر من مرة يعني مو مثلا قطعة رحت تمر عليك مرة واحدة وما تيجي بعد لا هذه القطعة تدخل بالامتحانات الشهرية اليومية الشهرية والامتحانات اخيرة السنة فهذه القطعة مصمة للفرع بي من السؤال الاول بالاسئلة الوزارية هذه القطعة الاستعابية معقولة هي شي تسبب مشاكل للطلاب اوكي لازم نعرف اول مرة المشاكل اللي يتواجه الطالب اسبابها بالمدرسة وبعدين نشوف مثلا بالوزاري شو رح يكون التعامل بها فنقدر نقسمها من ناحية الصعوبة والسهولة مثلا خنقول جزء صعب وجزء سهل الجزء الصعب متعلق بالمدرسة بالنقاط التالية صرامة الاستاذ من ناحية قبوله بالجواب اللي يريده من ناحية القواعد هل الجواب نموذجي او لا بتدرون انت يعني اكو اسئلة مثلا تحذف اداة السؤال تحول تلغي ترجع الفعل ماضي تلغي او يبقى مجرد اذا عندي فعل بالاستمرارية يبقى شوف شنو اللي موجود طريقة الجواب النموذجي تختلف عن الجواب المباشر مثلا ذا السؤال كانت توجيه لي من اريد اجواب لازم ان اقول احذف الهاو والداس ورجع للورك الاس فصير واركس بعدين اجي اضيف باي سننج راديو ويز توارزكار هذا الجواب المثالي اللي يريده المدرس بالمدرسة بدونه ما ينطيك الدرجة يعني انت ذا جواب قبل مباشرة باي سننج راديو ويز اغلب المدرسين ما يقبل على هذا الجواب لازم الجواب المثالي النموذجي اللي يريده الاستاذ ايضا هذا الجواب لازم يكون متقن بالاملاء وذا يلقى الاستاذ اي خلل بالجواب قد تصل اقوبة جريمتك الى السجن المؤبد النقطة الثانية اللي ممكن انت تواجهها هي جواب الاستاذ المثالي المنزل المنزه المقدس شلون يعني القطعة الاستيعابية من اسمها قطعة استيعابية قسم من التفاصيل والاسئلة بامكان الطالب يجاوبها باكثر من طريقة احتمال اكثر من معلومة بالقطعة تؤدي الى نفس السؤال نفس النقطة اللي هي كانت يعني يشرحون عنها المدرس اذا كاتب لك موجه لك اسئلة فلازم تلتزم بالجواب اللي يمخلي المدرس لان هو بقناعته انه هذا الجواب الوحيد والمثالي قسم من المدرسين للأسف يتناسق روحية المادة يعني المادة هي تكون قطعة استيعابية انت تريد شوف الطالب مستوعب القطعة مفتهمها لو لا فاذا تحدده بجواب واحد وراح من بال الطالب وممكن يجي باله يستخدم غير جواب غير صيغة غير طرح ليش ما تعتبره صح؟ فهذه ايضا من المشاكل اللي واجهه الطلاب انه يمل من القطعة الاستيعابية لانه اذا ينسى الجواب المعين بعد يكون عنده جواب خطأ وما رح يصير لواهس بحفظ القطعة الاستيعابية مثال مثلا عندنا بقطعة زيت طارق لماذا صرخ زيت طارق؟ زيت طارق صرخ لما القرش عظه وصار واجهه فانت ممكن تجواب اكثر من جواب ياما تقول مثلا بسبب انه القرش عظه عظه بسبب انه كان ينزف بسبب انه اعتقد انه راح يموت ممكن تقول احتاج مساعدة اكثر من جواب لسؤال واحد انه ليش صرخ يعني زيت طارق في لحظاتها قام يصرخ فلازم المدرس يقول لك لازم تكتب لي لانه القرش عظه راحه في حيث اذا تكتب لي يعني هسا الجواب راح يكون مثلا بكوز هي بكوز ذا شرك بيت هز ارم هذا الجواب المثالي اللي ممكن مدرس يريده اذا هو كاتب الكياف ممكن اذا تكتب لي لانه احتاج مساعدة ما يقبل الاستاذ ولهذا راح تطلع عندك جواب خطأ وتاخذ عليه درجة صفر ممكن تريد تكتب بكوز هي وزن بلدينج بكوز هي وزن بلد بلد بكوز هي وزن سكيرت حتى عادي تقدر تقول لي انه كان خائف مو بضرور لا تقول كان او اعتقد انه سيموت هذا جواب موجود بالكتاب وماشيين علي المدرسين انه هو وهذا جواب الوحيد لكن بالوزاري بالاسئلة بالتصحيح مع المصحين عادي ينطن اكثر من جواب وهو هذه فكرة القطع الاستيعابية لكن مع ذلك اكو نقاط معينة ومعلومات بالقطع الاستيعابية ما الها اكثر من حل هي حل واحد المعلوماتية اللي هي معلومة واحدة بالقطعة مو مثلا مسألة استنتاج القطع الاستيعابية بيها روحية الاستنتاج وفهم وبيها شغلات معلومات كاملة لازم تذكرها مثل ما هي فإحنا ما نقول كل نقطة إلها أكثر من حل لا قسم من النقاط إلها أكثر من حل لكن للأسف جواب المدرس الصارم والمثالي لازم هو يتنفذ والوحيد فإذا ما كتبت هذا الجواب المقدس قد تصل عقوبتك إلى 80 جلدة نقطة مهمة حيل وهي مزعجة جدا للكثير من الطلاب هي عدد الأسئلة للمعطات والمقدمة من مدرس المادة اللي قد تصل إلى 40 سؤال 30 سؤال لقطعة ما تستاهل يمكن أكثر من 7 أو 8 أسئلة قبل فترة طلبت من متابعيني على قناة التليغرام أنه يرسلوا لي الأسئلة اللي يوفروا لهم يا أساتذتهم سواء بالمدرسة أو بالخصوص حتى بس لكون هذه الأسئلة تحتوي على لوجو الأسماء الأساتذة فصراحة منع للمشاكل والإحراجات وخاف تفسر بغير تفسيرات ما رح أنشرها يعني مجرد بس أنطيكم المعلومات اللي أنا ردتها من عدها أنا في بالي كان أرد أنشر حتى تشوفون دليل قطعي وهسا أنت رح تلاحظوها يعني اللي سواء أرسل لهذه الأسئلة أو يمكن أنت هسا كطالب تروح تطلع على الأسئلة لعدك تلقاها من الطول للطول 99% وما بالغ بهذه النسبة كلها أسئلة يعني شنو كلها وط وير واي وين هاو لونج هاو مات من هاي الأسئلة وموطوطين الأسئلة كاملة القطع عبارة عن سؤال وجواب سؤال وجواب يبدو يبقى السؤال وانتي بقى علامة سؤال ليش هذه الأسئلة يعني الأسئلة بالوزاري من تجي تقارنها تلقاها بها كمل بها صح وخطأ اختيارات ليش انت بس تبرمج الطالب على سؤال وجواب سؤال وجواب بحيث الطالب من يجلل الامتحانات الوزارية ما مهيئ لهاي الأفكار خصوصا إذا هو ممطل على الأسئلة الوزارية يعني على قدميته وقال لك أنا المدرس الطاني دان لأسئلة واعتقاده أن هي الأسئلة المنقذة والمنجدة إليه وماكو غيرها فيبقى يحفظها يدرخها درخ هذا السؤال هذا جوابه هذا السؤال هذا جوابه يتفاجئ بطريقة طرح الأسئلة بالوزاري يعني مثلا نجي ناخذ قطعة الريدار الريدار بالقطعة يقولون المعنى الجملة الريدار اخترع خلال حرب العالمية الثانية لاكتشاف سفن وطائرات العدو فممكن السؤال يكون متى اخترع الريدار؟ هذا سؤال وجواب ممكن فإحنا جواب ماتنا رح يكون الريدار was invented during the world war 2 اخترع الريدار خلال الحرب العالمية الثانية أو فقط جواب during the world war اللي هي ما ما قولها طبعا بالمدرسة بس في الوزاري خلينا نقول جوابنا أنه اخترع خلال الحرب العالمية الثانية بس هذا يجي يجي السؤال لا ممكن يجيك اختيارات الريدار was invented during وينطوك اختيارات الحرب العالمية الأولى الثانية الثالثة إن شاء الله رح أصير بس ما نعرف شوكت فتختار انت الثانية ممكن يصير بسلوب ثالث اي ممكن يكون true false the radar was invented during the first world war خلال حرب العالمية الأولى خطأ خلال حرب داع حسب الغبراء خلال حرب البسوس إذن يتعرف أنت بحيث رح تقول آلي لا أعرف بها المعلومة أنه بالحرب العالمية الثانية فتطيها خطأ ممكن اسلوب رابع اي ممكن أن يجيب لك الريدار wasn't invented during ونقاطه كمل معناته أنت تكمل الجملة فممكن كل نقطة أنت كطالب من تجي تقلق القطعة كل نقطة تعتبرها ببالك ممكن تجيها أربع سئل ممكن سؤال جواب ممكن كمل ممكن true false وممكن اختيارات كل نقطة من النقاط أنت تعتبرها أربع سئلة فإذا مثلا مثلا أنه تحددت من القطعة فعشر نقاط راح تتميزها أنت بالقطعة ومعناته أنت لازم تخلي بالك أربعين سؤال هسا تقول لي إذا أنت هسا تحكي على المدرسين خالي أربعين سؤال والمشكلة المدرس خالي أربعين نقطة مختلفة شكل يعني بادي بالقطعة من العنوان يمكن حتى تسوي سؤال على العنوان ما هو عنوان القطعة ما بخليك أنت تطرح النقطة المعينة بأكثر من طرح مبرمجك على وضع واحد فأربعين سؤال أنت تسويها على عشر نقاط معروفة بالقطعة مو كل القطعة تشكه شغله وتفصيل بها أنت تجي الذكره بسؤال معين بأربعة أنا أريد أربع أسئلة على كل نقطة اللي أنت أصلا ما يزدت بالقطعة يمكن هنا عشر نقاط لهذا تشوف الطالب راح يحفظ أسئلة الأستاذ مثلا وبالامتحان من يجيب لهاب الشهري حتى تقسم الأسئلة ذا مرات ما يجيبون لأسئلة مباشرة نفسه يغير نفس الأسطوب يعني هو جايب لسؤال وجوب وجاب يطرح للفكرة بطريقة تكمل الجملة وتلقى الطالب راح يصير موقفه قسم من الطلاب ينغش أنه يعني يعتبر أسئلة الأستاذ هي هاي الأسئلة والوحيدة راح أحفظها ويبرمج نفسه ويحفظها ويروح للوزارة ومن تجيب للوزارة هاما بطريقة الأسئلة مع الوزارة ممكن يكمل ممكن صح وخطأ ممكن غير أفكار ممكن يستخدموا مرادف معين يصير حال الطالب مشكلة ثانية أنت تمرون بها خصوصا طلاب الخصوصي اللي داخلين دورات بالصيف مثلا خصوصي طالب الخصوصي أول ما يفتح عينه على الدنيا وصار طالب سادس من يروح للخصوصي يعتبر أنه هو راح للمنقذ والمنجد بعد هذا ذبه برأس المدرس الخصوصي بالمدرسة من يروح يكتشف أنه مدرسة بالمدرسة ما يريد الأجوبة والأسئلة اللي ينطاهيها المدرس الخصوصي وعليه أن يعتمد على أسئلة مدرسة المدرسة بحيث الطالب ضاع وقته طول العطلة يقرأ أسئلة معينة راح يفقد ثقته بالأسئلة والمعلومات اللي يتعلمها وثقته بالمدرسة الخصوصي مثلا يحس أنه هو ما إلواه سبعت بالقطعة لأنه ما عنده مجال من جديد يقرأ القطعة فلهذا تلقاه مشوش ما يعرف يعتمد على أسئلة الخصوصي اللي راح يجاوبها بالامتحانات وما يقبلها مدرسة المدرسة وتتعرفون المشكلة ومرين بها شغلة ثانية أنه دائما بالدورات الخصوصية مدرسين خصوصي ميلون نوعا ما لتركيز على القواعد باعتبارها خطوات شوية سهل الطالب حتى له مستوى ضعيف معانية مقوية يقدر يتبرمج ويحل ينطي انطباع للطالب أنه هو دي يحب القواعد ويشوفها سهلة ويعتبر الإنجليزي سهل المتناسي أنه هو القواعد أول وتالي هي عليها 30 درجة بالوزاري السبعين درجة الباقية كلها على المعاني فالطالب لأنه يشوف القواعد ممكن بسيطة راح يصير عنده هذا الانطباع وتيه الأول والتالي وبقصد وبغير قصد راح يهمل المعاني اللي تفيده مثلا بالقطاع الاستيعابية تفيده بالإنشاء تفيده بالإسقاطات إلى آخره ويهمل القطاع الاستيعابية أولا لأنه يكرهها ما عنده معاني قوبية ثانيا يحس هذا الإحساس أنه هنا عشر قطاع استيعابية والأسئلة راح تكون ست قطع يعني ست أسئلة فمعناتها استخدموا ست قطع أكو أربع قطع يجوز أني ضابطها ما راح تجي فليش أضيع وقتي خلي أضبط القواعد ويهمل القطاع الاستيعابية اللي راح تروح درجتها من عنده بالوزاري الأمور أبسط وأسهل ما أقول قمره ربيع لكن أسهل لأنه لا تحاسب على اختال الملاقية عادي اخطاء بالاخطاء الملاقية اللي بالمدرسة تتحاسب تنشطه بالجملة ماتك كاملة أيضا مو كلش تركيز على الجواب النموذج يعني بدل ما تقول إذا يسألك هاو داس دا ريدار غان وارك ما يحتاج تقول دا ريدار غان واركس باي سيندنج ريديو ويفز تقدر تبدي من باي سيندنج ريديو ويفز وهذا يشمل طبعا الأدب حتى القطاع الخارجي تقريبا أكو تساهل إلى حد نسبي ما راح أقول الفدنوب بمسألة الأجوبة النموذجية الإملاء أصلا أنتم معفين منه مو هذا ما تعاد إليك أنه أنت تجي وبعد ما تحفظ الكلمات وتخلي الإملاءك مو صحيح لا بس أكو طلاب عنده يترك القطاع الاستيعابي لأن الإملاء ضعيف فبهل حالة أنت إذا شاطر وتقدر تحفظ إملاء لا إحنا ما نشجع على أنه يكون إملاءك موزين بس إذا فدنوب يعني فدنوب أنت ما لها تشارع عادي ممكن تخطأ وجل ما لا يسهب يوم بالامتحانات حتى الشطار يتعرضون ليك مواقف ويخطئون مع ذلك حتى ما تش يلهمها وتظل خايف الخطاء الإملائية ما تحاسب عليها الأجوبة النموذجية ما تحاسب عليها بعد ما عرفنا المشاكل نجي نشوف شون نقرأ القطعة يعني بالنسبة لي شو راح أقرأ القطعة شو راح أركز عليه آني وجهة نظري أنه أنت تنسى شيء اسمه أسئلة لا هي وزارية ولا هي أسئلة مدرس من تريد تقرأ القطعة الاستيعابية أول ما تبدي تمر عليها كلمة كلمة يعني من لاحية الأسطر وتدور شك وكلمة غريبة أنت مشايفة هسا الكلمة تعرف معنها ما كو مشكلة تجمع حنا على صفحة القطع أو الكلمات الأساسية بكل قطعة اللي إذا أنتم تابع فيديوهاتي راح تلقى أنا قبل ما أبدأ القطعة أذكر الكلمات المفصلية ذني الكلمات تقعد يوم يومين اسبوع شهر إذا ما تضبطن لا تقرأ القطعة القطعة ما تنقري إذا أنت ما تعرف أساسهم الكلمات راح تتعامل بيها بهذه القطعة فش سوي تجي تقرأ الكلمات تحفظهم بعدها تجي تقرأ القطعة إذا أنت تتابع الفيديوهات ما تعيد الفيديو أكثر مرة عشر مرات عشرين مرة ستين مرة أنا مدعب لك زيد العدد المشاهدات عم ينزلهم بالتليفون نزلهم بالحاسبة وباوحهم بدون المشاهدات مدعب زيد عدد المشاهدات أنا دار دفيدك القطعة تظل تعيد بها من قد ما تتكرر بيوم الامتحان راح تحس أنه أنا دا أحكي بإذنك وتجاوب الأسئلة والكثير الكثير من الطلاب قالوا أنه إحنا بيوم الامتحان وكأنما أنت تذكر هذا الشي بدماغني ما أجدت من مرة وحدة مشاهدة مشاهدة لا هذي تجي من مشاهدات كثيرة ما راح أقول لك عددها هاي بقيت إنته إمكانياتك أكو طالب يقدر يقرأ القطعة وياي مرة يحفظ هوك واحد تتجاوز عددها خمسطعش عشرين مرة يلا داك الوقت يبدي يتذكر كل نقطة هذي بالضبط مثل الأغاني مثل الأفلام مثل المسلسلات دائما أنت المشاهدة الأولى لما تقيد الأغنية تقيد الفيلم تلقي نفسك دا تكتشف أشياء ثانية ما جنت منتبلها بالملاحظة الأولى فلهذا الكثرة الإعادة تخليك مسيطرة على أي مادة ما داحت شونا بس على قطعة استيعابية بس إحنا هنا موضوع عن قطعة الاستيعابية أحب أقول لك عيد وكرر بالقطعة إشقر ما تقدر قبلها لازم أنت ضابط الكلمات الأساسية بالقطعة القطعة الاستيعابية تحتاج الاتزام تحتاج وقت أهم شيء الانضباط إذا ما تحاول تقرأ القطعة بفكر صافي مركز بها فهيش يعتبر مضيعة وقت بوقع أسلوب القراءة تريد تسوي هايلايت تلون تختصر تلخص على الأسلوب يمك ما أقدر أفرض عليك أسلوب ولا أطرح عليك أفكار كل طالب إلي صيغة معينة أسلوب معين طريقة معينة رجاء ما إلك شغلة باللي يقول صديقك يقول صديقتك يقول غير مدرس أنت تشوف شنو طريقتك وأسلوبك بالحفظ اتبعها لا تلتزم بأشياء مثالية نحن نمشي على المثاليات نمشي على الموجود أنت شعندك من النوع اللي يحب يلون ويحب يلقص ويأشر يمشي على طريقتك من النوع اللي يخلي كتابة يعني شو نقول بيوم يسلم الكتب يلزم سلمهم ميات جديد وكل شما بي بقش تغليج من النوع اللي تكتب من النوع اللي تخلي هوامش أخذ طريقتك أي طريقة واحد يطرح عليك شوفها ما راح يعني تلتزمها أنت مئة بالمئة شوفها ممكن تفيدك لولا لأنه أكثر الطرق طالب يبدي بالبداية بعدين يهملها يتركها يصير عنده فرق ما يحس بذوق المادة لديه يدرسه هو رجاء اتبع طريقتك شوف دماغه شي يقول لك عينك شي يقول لك إحساسك بأي قطعة بأي موضوع شنو الطريقة اللي تحب تدرسها ادرس بيها رجاء لا تخلي واحد يجي يملي عليك أفكاره هو أنا سويت هيج وسوي هيج اشتغل على اللي أنت ترتاح له قول ضبط القطعة عرفت كلماتها وتركزت ذاك الوقت تجي تشوف الأسئلة الوزارية أنت بالفيديو من أنا أكمل الفيديو وحلس الوزارية طلع عليها بالمرة الأولى بس المرات الجاية المرات الجاية دائما نلح على القطعة بس بالأخير شغلة الأسئلة الوزارية ليش أنا أخلي بس أسئلة وزارية لأنه حتى أشوفك النموذج الوزاري طريقتهم بالوزاري شنو النقاط اللي لحون عليها شنو النقاط اللي يكرروها شغلة ثانية ليش أعيد أكم مثلا مرات أسئلة متكررة فهد أربع خمس مرات ليش كاتبين من جديد أنا أنا أقدر أقول هذا مذكور أربع مرات بس من الذكر مرة وحدة فقط قيمته هي الفيكة وين أنه أنت تعيد نفس السؤال وتعيد حله من جديد وينطرح عليك من جديد وتحله من جديد يعني إذا ما تروح سبع مرات تقرأ السؤال سبع مرات وجوابه سبع مرات أفضل مما مرة وحدة الفيكة هنا هذا الملل اللي يمكن أنت تشوفه دعوة عايد كل أسئلة خلو قول هذا السؤال عايد جاي بي أربع مرات هذا السؤال مرتين واختصرها ويطلع عنه هنا شنو ست أسئلة ليش صايرات سبت عشر لأنك كبين متكررات هي الفيكة هنا صديقي عزيزي هي الفيكة هنا أنه أنه أنت تعيد السؤال المتكرر أولا يزيد ثقتك بأنه هو هذا الموضوع يركزون علي أكثر من مرة وبعدين ينحفظ من قد ما يمر على عينك وتسمعه ينحفظ إذا أذكر مرة واحدة وأقول لك جاي عشرين مرة صدقني ما ينحفظ يروح من بالك فالهذا تشوف أغلب الأسئلة اللي متكرر الطالب يركز بيها اللي جاي مرة مرتين بس ينذكر تلقى مو من النوع اللي يحفظ القطعة أو يحفظ هذه المعلومة إلا ذا هو حيلي يلح عليه فرجان من تشوف أسئلة متكررة لح عليها قراها لا تتجاوزها عيدها من جديد كتبها من جديد شرحها من جديد القطعة من تكملها تروح على الأسئلة ضبطت الوزاريات شوفت نفسك مسيطر روح دور غير أسئلة شوف نفسك ما مسيطر لا تفكر تشوف غير الوزاريات وبالأصل لا تفكر تبع لا وزاريات ولا أسئلة إذا أنت مضابط القطعة أصلا الطلاب الامتحانات الخارجية والطلاب اللي ضعيفين المستوى بحيث ما يقدر يقرأ يعني عنده مشكلة بالقراءة وما عنده وقت يقرأ شي سوون دولا أغلبهم يقول لك أنا هاي العشر درجات ما أريدها مع القطاع الاستحابي فأنصح أقول لا إذا أنت مألك واحد بالقطاع الاستحابي اقرأ بس وزارياته بل كنت يجيك أربعة ستة ويجوز درجة كاملة من ذني الوزاريات بس هذا مو بنفس الوقت ينطي انطباع للبقية إنه راح أقرأ بس الوزاريات اللي يدور مية واللي يريد درجة كاملة ليجازفها المجازفة لأن مو بضرورة الوزاريات ممكن يجيب لي درجة كاملة وجهة نظري المتواضعة دائما إذا أنت تقرأ بس وزاريات أنا أقدر أضمن لك ستة إلى ثمانية ما راح أقول لك عشر درجات أضمن لك من الأسئلة الوزارية من كل قطع دار تضبطن بس إنه من ستة إلى ثمانية بعد تبقى تنزل تبقى تصعد درجة كاملة هاي أنت وحظك وتوفيقك في ذاك الوقت بس اللي يدور درجة كاملة نصيحة يتبع اللي حتشينها بالبداية ميركز بس على الأسئلة أتمنى هاي الأفكار لطرحتها فادتكم وطدتكم انطباع عنه شون تنقر القطعة شون تتعاملوا إياها وإن شاء الله مثل ما نقول يزيد واهزكم بها وتتعاملونوا إيا القطع بالشكل الصحيح وتجيبون الدرجة الكاملة ياريت أشوف آراكم بالتعليقات حاول يكون تعليقك مفيد للبقية يعني ممكن تطرح وجهة نظر معينة الناقش الموضوع من خلال التعليقات إذا عجبك الفيديو واستفاديت منه دوس لايك ما بيه شي سوي شير سوي سبسكرايب شكرا لكم رجان لا تخلي واحد يجي ويملي عليه أفكارك أفكار ألا أفكارك أفكارك